في السياق أدن البرلمان العربي استمرار ميليشيا الحوثي تهديد حياة المدنيين واستهداف الأطفال مؤكدا أن حادث مأرب الذي أودى بحياة عدد من المدنيين هو استمرار لنهجها الإرهابي المدانة وجرائمها البشعة بحق الإنسانية والتي تعاد جرائم حرب وشدد البرلمان العربي على ضرورة تكاتف الدولي لتدخل العاجل لحل أزمة اليمن التي أضحت كارثة إنسانية مؤكدا أن الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي تشكل تهديدا على حياة الآلاف من الأطفال اليمنيين خصوصا والمدنيين عموما وهو ما يستوجب إيقاظ ضمير العالم من المنظمات الحقوقية والمؤسسات الأممية الدولية وفي مقدمتهم مجلس الأمن والأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لمناقشة تلك الأوضاع الإنسانية وإيقاف هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبها